في الكبينة أنت يعني أنا كفي طيارات عندي اللي أنا بطيرها عليها مفهاش أوتو بايلوت في طيارات تاني بيبقى فيها أوتو بايلوت دي بيبقى الموضوع أبسط شوية لكن في الطيارات اللي مفهاش أوتو بايلوت أنت يعني لازم تركز في كذا حاجة مع بعض كذا عداد تبقى بوصصة عليهم إن كلهم يبقوا مظبوطين عشان تبقى تطلعة مظبوطة وطبعا لو طلعة طويلة أنت إيدا وبتاخد الطيارة كلها على إيدك فأنت بتنزل متطلعة دي إيدك منملة ضهرك واجعك هو دائما على فكرة بيتكلمين فيه طيارين كتير يقولوا بكلمة الجملة دي ضهرك ما يبقاش واجعك وتدخل طياران أنت لو سوقتي مشوار طويل بالعربية ضهرك بيوجعك فأنت في الطيارة مع السترس ومركزة الكوميونيكيشن بتاعتك أن البرج ممكن يكلمك في أي وقت يقول لك غيري اتجاه غيري الفريكونسي بتاعتك غيري مش عارف إيه بس يعني الموضوع مش بيبقى سترس دي من نسبك فكرة أني أول مرة تاني مرة تالت مرة ربع مرة الموضوع خلاص بتبقي يعني ممكن بقى مثلا أنا أول كابتن بنتكلم في الأول ببقى عايزة مركزة جدا في الكوميونيكيشن اللي بمتوترها وبالذات لما بندخل في زحمة مع طيارين كتير فبتبقي أنت مستنية اسم طيارتك يتقال أن أنت إسم طيارتك يتقال اتقالت ميسج وراها لازم تريد باك على طول أنت لو استنيتي شوية هو هيقول لك أو أن أنت ركزي معايا اللي هو أنت معايني لازم انتباه ليهم فديك دي حاجة غلط أنت لازم تبقي مركزة معايا فأنا في الأول كان أن أنا أبقى مركزة وأبقى سكتة كده ومش عايزة حد يتكلم معايا أنا مستنية الكميونيكيشن ومحافظة على التجاهي محافظة على سرعيتي محافظة على الارتفاعي الارتفاعي الكلام ده كله مع بعض ومسكة الكنترول الحاجات دي كلها والثروتل وكل كله كلام ده بس في نفس الوقت عايزة تركز مع الكميونيكيشن بعد كده بقى بقيت لقى بسبت طيارتي واتكلم مع الكابتن لو بنشرح حاجة أو بنتبع حاجة وأول ما البرجي يكلمني دماغك قريدي بتبقى خلاص اتعودت أني سمعت اسم طيارتك تردي على طول على طول مع الوقت اللحظات الأولى بحب قوي أنا اللحظات الأولى مع يعني فيها حبة من خوف كده فيها ضربات قلبي بتبقى مسموعة أصلا يعني بتبقى سالة عبر والفكرة أني ما كنتش عايزة أظهرها يعني أنا فاكرة اليوم ده أني كانوا كله احنا انتريستن جدا احنا كلنا ستيودنت انيشيل أول مرة نركب طيارة فهم متشوقين جدا وأنا حسيت أني أنا الوحيدة طب اللي متوترة ومش عايزة أقول اللي يقولوا دي بنت فبص متوترة زائفة مش عايزة أقول مش عايزة أبين طبعا كله طلع زي وكنت قولوا كله مش عايزة أبين ده بنات وولاد كمان كان فيه ولاد كثير بس فأنا اللي هو ايه الموضوع كبير ولا ايه مش عارف قاعدة تدرس الموضوع مع نفسي وراجع ومش عارف ايه وكانت أول طلع أول طلع عليك انيشيل تبقى نوصة ساعة بس بيطلع معاك الكابتن يدوبك بس بيعرفك الدنيا مشية ازاي انتي بتبقى قاعدة جنب الكابتن اه احنا اتنين مسكين الطيارة اه انا والكابتن بس اللي بيبقى الكنترول عنده أكتر الكابتن اه اه هو بيضيني إرشادات أعملها اه ففهمت ازاي طبعا يلحق الكنترول احنا ما فيش حاجة اسمها نخطف الكنترول من بعض فيه ميسج نقولها اه 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 هاف كنترول وهسيبي الكنترول لي ما فيش حاجة اسمها اخطف منك الكنترول على طول اه لكن احنا الاتنين عايزين نحافظ على الستيبل سيف فلايت اه فاول بقى طلع دي انا لسه متوترة طبعا متمرنا هعمل ايه على السيبيليتر الطيران القالي بس تحس انك مستي دي كل حاجة في لحظة كده في في لحظة الدخول لليبتحي الطيارة دي بتعمل ايه اه اه في حاجات كتير اشتغلت في دناغي كده غير ان انا افتكر الطيارة اصلا فالكابتن طبعا عارف اني طالب انشيال مية في المية فيه ولو جزء بسيط توتر فلازم يشتغل عليه لاني لازم يكسر الرهبة دي عشان ما تكملش معاكله قدام انا فاكرة ان احنا طول ما احنا ماشيين في التاكسنج اللي هو عالارض قبل ما نطلع نعمل الاقلاع عمالي يتكلم معايا وكده بعد كده انا مجينا عند الاقلاع قال لي اجهزي عشان هتجربي حاجة الاول مرة تجربيها في حاجة فالاقلاع ده اصلا مع الركاب بيبقى في حتة تانية خالص يعني عارف او انا طالع في الطيارة او هي طالع اه لا انت كا بايلوت غير باسنجر نهائي تماما اه اه الموضوع مختلف تماما وفي كل مرة بيبقى الموضوع مختلف يعني انا فاكرة كمان حاجة ان انا اول سولولي انا متعودة ان فيه كابتن قاعد جنبي تمام وبعد كده فالكابتن ده بيطلع معاك لغاية نقول تمام انت فت ان انت تدخل تست السولو ان انت اختبرك فبينزل الكابتن بتاعي ويركب اكزامينار مكانه ممتحن الاكزامينار يبدأ بقى يشوف مهاراتك يعمل لي التيك اوف بتاعك اللاندينج بتاعك المانوفرز السيركت الحاجات دي كلها يبدأ يقول يشوفك بتتكلم ازاي بعد كده يعني رأبك من غير ما يتكلم خالص ويشوف ادائك نجحت بتطلع بالطيارة لوحدك سقط بتفضل تكمل مع الكابتن لغاية ما تنجح فالحمد الله انا نجحت من اول مرة فبساعتها لما جيت اطلع لوحد دي لان انت في حاجة ان انت لما يبقى فيه وزن جنبك في الطيارة فانا اللي انا لما جيت عملت التيك اوف اول مرة ليا فانا متعودة على سنس معين بسحب بيليوك بتاعي ان كابتن لما بقي مش موجود ففيه وزن كتير نزل من الطيارة انا خفيفة جدا انا لا شيء في الطيارة سافروت فالخطفة دي رحت الطيارة عملت كده فانا رأى بدايتها مش حلوة خونس لان انا كنت متوترة جدا في السولو وعدت هدي نفسي ايه يعني اللي عملتي مع الكابتن هتعمليه لوحدك وفيش اي مشكلة اه عارف انت الاجواد وعاد اقول لك وانس اللي عملت تيك اوف واصل فكرة ان انت الكابتن بيبقعت جنبك حتى لو انت المسكة الكنترول والكابتن مفتحش بوقه بس انت بتبقي منطمنة بس انت طمنة لو حصل اي وبعد كده يقولك حصلت مثلا حاجة بوسط منك هنا حاجة بوسط منك يقولك خلي بالك كذا خلي بالك كذا خلي بالك كذا وزن بات انت بتتعملي بقى انت محدش يقولك خلي بالك انت تخلي بالك مش تاخد بالك تالي بعد كده انت تخلي بالك بصف فاخدنا اخدت السيركت بتاعتي وعملت كلم في دماغي انت يا اميرو مظبوط يا اميرو شطر اميرو واشنجع نفسي وكمان ساعتها انا فاكرة الصور بتاعتي كانت حصلت مشكلة في الكومينيكيشن بتاعتي التطور ما كانش سامعني فانا سامعاه هو ما كانش سامعني او في الاجواء دي عارفة فالكابتن خد باله فساعتها الممتحن بتاعي وهو بيبقى واقف تحت بيشوف السيركت بتاعتي اللي انا هعملها عشان يبقى بيطمنني يعني فقال لي متقليش خالص انا هبعط لك تعليماتي نفذيها من غير ما ترد علي انا مش هبقى سامعك بس نفذي بس والحمد لله عدت ونزلت واحتفل